وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة وبحث الاجتماع أليات تكتيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة وضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي وإصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع بالإضافة إلى مواصلة كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق هذا ونقش الاجتماع أيضا العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيول عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلاة